أنا أريد التذيير في الحكيم وأستغفره إنه كان توابا ورئيس للجلسة التمهيدية لمؤتمر التعليم الإلكتروني معاي مشترك يعني معاي دكتورة نايلة أرحب بكم أولا وأتمنى أن يكون يوما حافلا من المحاضرات والولش التي تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وبإذن الله من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء طبعا بتوقيت الخرطوم السودان أقدم وزملاء الدكاترة والبرافات المنظمين ومقدمي الجلسات العديد من التوصيات التي بإذن الله تكون وتساهم في تطبيق التعليم الإلكتروني في السودان معانا كان مفروض برضو بروف أحباد صلاح من المؤسسين لجامعة السودان المفتوحة احتزر لظروف غاهرة وحتى كان حيحدثنا عن نقطة هي في آخر التصنيفات للجامعات العالمية الجامعات السودانية في واحدة من التصنيفات طلعت من التصنيف نهائيا كل الجامعات السودانية وبرف أحباد صلاح كان عامل تسجيله محاضرة طويلة للسبب وكنه عاوزين يقدم لكن في تسجيل الصوتي الطويل شارحة لخروج الجامعات من التصنيف العالمي كان السبب الرئيسي أن التصنيف الزكر كان محتمد على التعليم الإلكتروني وأن الجامعات تكون عندها مركز بتاع التعليم الإلكتروني منصة عندها مؤتمرات وبحوث منشورة علميا لذلك كان الخروض كان واحد من الأسباب طيب أنا بحب يعني أحطي فرصة لزميلتي في إدارة المؤتمر دكتورة نايلة طيب هارون طبعا الدرجة العلمية أستاذ مساعد مكان العمل جامعة حفر الباطن الكلية الجامعية بالخفجي دكتورة في المايكروبولوجي جامعة الخرطوم وشاركت في العديد من المؤتمرات وقدمت العديد من الأوراق والويرش في مجال التعليم الإلكتروني ومدرب محتمد من البورد العربي ورغم التخصف بتاع اللي حيائي في الكطريات هي أكثر تخصفا في التعليم الإلكتروني وأغلب الدورات قدمتها في ذلك المجال أحطيك الفرصة يا دكتورة نايلة عشان تعرفي أو تحطي فرصة للباقين وتديري الحوار غبل الدخول للمحاضرة الأولى شكرا جزيلا دكتور علا هو أوفا ما تصري عني ذكر هنا لكن لا ضير حيني أضير بعض الإضافات دكتورة رايل طيب هاروم خرج الجامعة الجزيرة ماجستير جامعة الخرطون دكتورة جامعة الخرطون مدرب إلكتروني مؤتمد دريد إلكتروني من جوجل بعض الوظيفة الإدارية منها الجودة قمم بتدريب عددت بعض الورش وبعض الدورات في التعلم الإلكتروني خاصة استخدام الفصول الإكتراضية واستخدام بعض المنصات لهمها منصة البلاغ بوركي لأننا في العربية السعودية في جامعة البخطرودة سابقا بداية التعاقد كنت في جامعة الدمام تم متصل الكلية وتبعت إلى جامعة خطر الباغن والحين في جامعة خطر الباغن برنامج الأحياء أودم بعد شوي أداء الثلاثة الجلسة مشاركة اليوم طبعا نسينا نعرف بالمؤتمر اليوم الثلاثة سباحتاشر بروفامبر 2020 عبارة عن جلسة تمهيدية لمؤتمر التعليم الإلكتروني برعاية شركة صوفتي أكشنس لتغنية المعلومات والاتصالات وبمشاركة عدد من أسازة الجامعات وبإذن الله يكون هناك في مؤتمر دخم بعد شهور أكثر تنظيما لأنه دي جلسة تمهيدية وإعدادا من نشر الأوراغ العلمية في المجلات العلمية وتقديم شهادات الحضور في المؤتمر الكبير بإذن الله إذا كان موجود معنا أماني شركة صوفتي أكشنس الراعي للمؤتمر أستاذ أماني دكتور هشام فضل شركة صوفتي أكشنس لتغنيات مرحبك مرحبك أستاذ علاء مرحب كيف حالك أماني هشام بس شوية بعيد بزي لكن بيعمل جوين بعدين الساعة 12 في المداخلة بتاعتنا نحنا شركة صوفت أكشنس ونحنا مقدمين أنظمة لإدارة التعليم في السودان اللي هي إدارة المنظومات الجامعية وإدارة التعليم العام في المدارس IP schools وIP universities هي أنظمة بتدير الجامعة وتدير المدرسة وفي نفس الوقت فيها الإي ليرنين فنحنا من أديها مجانية هي أنظمة مجانية من أديها مجان للجامعة وبالنسبة للمدارس نحنا قدمناها لوزارة التربية والتعليم العام ووقعنا مذكر التفاهم مع الوزير والأنشغالين ببعض الموديفكيشنس مع إدارة التعليم وزارة التربية والتعليم في الخرطوم وفي الاجتماع الكبير بيكون في يوم واحد اتناشر بعد ذلك حيكون في الانطلاق للنظام إن شاء الله طيب soft actions عرف الشركة يعني مرحب طوالي فضلي soft actions هي نحنا مجموعة من السودانيين وشغالين في مجال البرمجة والنظم من أولى التزعينات وعملنا أنظمة كثيرة بالنسبة للغطاع العام والغطاع الخاص للحكومة برضو عندنا أنظمة كثيرة شغالة في ولايات والحمد لله شغالة سنين ما تأثرت بتغيير نظام أو بتغيير والي وأنظمتنا يعني غياسية زي ناس المواصمات والمغاييس الشمال وجنوب كردفان اشتغلنا لولاية القضارف ولاية الجزيرة لما بدأ التحصيل الإلكتروني أول ناس عملوا التحصيل الإلكتروني عملناه نحنا لمحلية الحصحيصة والأنظمة دي كلها شغالة بعد ذلك نحنا دخلنا مجال التعليم فدخلناه بدأنا في الحقيقة من 2007 2007 بدأنا الشغل ده له سنين يعني وبدأنا اشتغلناه مع Unity High School Unity High School سبعا مدرسة في السودان كانوا عندها فروح كثيرة في مدارس فكانوا مبسوطين جدا من النظام لذلك إنهم كانوا بيعملوا بيرسلوا الجداول من باقي مدارسهم في أفريغيا والشرغ الأوسط بيعملوها بنظامنا هنا في القرطوم والنظام شغال برضو من الوقت ذات فهو يعني نحن بنحاول في السودان نقول إن نحن سودانيين بنعمل نظم غياسية وبنساعد بلدنا بنعمل نظم مجانية فليه فكرتنا هو سيد الشركة مدير العام وهو خدري جامعة الجزيرة تخصص إلكترونيات وأكهزة فيزياء تطبيقية لكنه اشتغل البرمجة مما تخرج هو دفع الرابع جامعة الجزيرة مما تخرج يعني يمكن من آخر 89 تغريبا بدأ عمل الأنظمة وعمل أنظمة كبيرة في أمم المتحدة وأنظمة يعني أنظمة ستاندرد عالمية شغالة فهذه اختصار الموضوع أنا أماني أنا المدير التنفيذي لصفت أكشنز وأنا مين لي بشغل في البزنس بروسس والأنظمة بتاع الأنظمة وبعد ذلك يعني بديرة للشغل مع العملاء شكرا يزيلا أستاذ علاء نسيت ما شكرت الناس المعدين ها أستاذ عماني الناس المعدين دي والمنظومين والمحاضرين مرحبت بيهم مرحبهم كل المحاضرين دكتور نايلة أسمع بيك كثير كويس أن نشوفناك مرحب بيكم كلكم وبرو أحمد صلاح طبعا أستاذنا والراعي لشغلنا شغل صفت أكشنز ومعانا في قلوب الشركة برضو وكل الموجودين قدامنا نصر الدين ووجال إبراهيم عبد الله طوى شكرا لك طبعا نحن نتغيب بيكم إن شاء الله بشركة صفت أكشنز حتى تقدم لنا الـ IB schools أو الـ IB university وهي واحد من الحلول في السودان للتعليم الإلكتروني للمدارس والجامعات في محاضرة الساعة 12 ونص بيسم النظمة المتكاملة لإدارة المؤسسات التعليمية بالسودان هذا الشعار حنبنيه لأنه تطبيقاتي يتوفر للجامعات والمدارس بشكل مجاري ننتغي لإستاذ أحمد داود وما أنسى برضو عرف بكل الحضور إبراهيم وخوجلي ونصر الدين لك معزة خاصة وعبد الله ودكتور معتصم ننتغي لأحمد السلام عليكم أيوان معاكم إنها تكون بداية لمؤتمر الجامع إن شاء الله حقيقة الرؤية بالنسبة للموضوع بتاع التعليم السعودية نعم أنا موجود الآن في السعودية أستاذ الإدارة العامة أستاذ مساعد والحين نعمل في مجال التدريب والتدريس حقيقة الموضوع هو طبعا لأنه هنا دا يمكن الجايحة هي ساغة الناس سوقا إلى موضوع التعليم عن بعد وكذا وبالتالي الاحتياج عندنا في السودان بالرغم إنه هنا في المملكة العربية السعودية كمثال بنجا إنه في حياة كثيرة جدا الطالب غد ما يهتم ما بيها زي ما يكون مثلا التعليم المباشر التغليدي لأنه نحن في السودان مثلا التعليم التغليدي هناك بتلقى طوارد تفاعل وإنه الاتجاه بتاع التعليم اتجاه واحد اللي هو من الدكتورة والاستاذ للطالب مباشرة دون أي تفاعل يمكن في التعليم الإلكتروني مختلف تماما لأنه لازم يكون نعمن أنه على التفاعل والبيئة ذات الافتراضية بتخليك إنه تجبرك لأنه إذا غفلت عن الطالب لحظة بس إذا لم تتابعه ممكن يخش معك لكن شنو نشغل بأي حاجة أخرى حقيقة الموضوع يعني متشعب وكبير جدا ومحتاج إلى تضافر جهود كثيرة جدا وبالذات يعني نحن في سودان يعني احتياجنا في إنه في معضلة أساسية غد تواجهنا اللي هي التنويل المادي نحن كناس مهتم بالموضوع ده عندنا الشيء أساسي فيه اللي هو شنو الدعم المادي أما بالنسبة للتغنية وكالدكاترا وناس تغنيين في المسألة دي ما عندنا فيها مشكلة بدليل انتشارنا الواسع كدكاترا واسازة وكده في مختلف أنحاء العالم لينا وضعنا وما تخفينا العين ولا تتجاوزنا فعشان كده إذا نظرنا المسألة دي ببعدنا في السودان لو في معضلة أساسية بتواجه التعليم الإلكتروني في السودان اللي هو المشكلة المادية البحتة عشان كده أنا شي الأساسي اللي بركز عليه عند قيام مؤتمرنا الكبير لازم نركز على الجانب الدعم المادي والدعم المادي والدعم الحكومي ودعم المنظمات سواء كانت الخيرية أو المهم لازم ننتبه للحاجة دي يعني دي أكتر شيانا بيتأرق الواحد في جميع المنابر يمكن بتحدث عنها إذا كنا في نتحدث عن السودان نتمنى إنه يعني تكون المسألة جازبة وإنه أن إحنا ناخد البعد الحقيقي للمسألة إن شاء الله إذا كان ربنا حيانا للوقت أنا من هنا بقول إنه عندي ورقة اللي هي التعليم الإلكتروني التحديات البدوات وإنه في السودان إذا ربنا سهل علينا من قضوع هذا ومبارك الله إن شاء الله نصر الدين مرحبك يا سيد نصر الدين منور السلام عليكم وإنه في الله الله يديك العافية شكرا لكم شكرا للإضافة وربنا يوفق الجميع إن شاء الله تعريف وكلمة بسيطة تشجيعية الليلة والإلكتورة نائلة وللمنظمين نصر الدين ورد دين سرير وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والاتحادية في الحقيقة نحن يماتي شغالين كثير بيديو كومبرس مع الاتحاد الأفريقي ومع المنظومات الدولية بخصوص الزراعة في السودان وبالنسبة لنا ديها مهرة جديدة وممتعة وبتقلل التكاليف كثير شكرا لك بدا لك التوفيق لك وزوجتك دكتورة نائلة والأولاد يعني كل التوفيق لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك دكتور هيسم شكرا لك دكتورة نائلة يعني في خلف القواليس نزل أسابيع جماعة مساهرين هذه ما جاءت يعني الحياة المنشوفة الآن بكل بساطة وبحييركم هو الحاجة وكلمة شكرا لكم بسيطة شكرا لكم من الملهود الجبار التي تم من خلف القواليس أول حياة أحمد داود محمد إبراهيم أستاذ جامعي ومدير وحدة التعليم الإلكتروني في كلية الفجر سابقا وكذة كلية الآن أعمل بها مطور برمجيات وعندي منصة تعليمية وفي نفس اللحظة منصتي منصة مختصة بطيل محيين أو سكتر معين هو سكتر بتع الأسازة والمهتمين بالتطوير للمدربين يعني أنا ما قد أدرب السكتر البابلك أنا بتدرب السكتر فقط بتع التيتشر لأنه بقول أنه إحنا بنقول أنه الأستاذ هو رأس السهم فلازم يكون مبادر بالتعليم لكي نقدر يعطي مزيد من المعرفة وكل ما تعلم التكنولوجيا والتغنيات أنه وسيلة لنغل المعرفة والذخيرة العلمية التي يمتلك الأستاذ أو المدرب للطلبة تعني أنا صراحة بالنسبة للمؤتمر يعني صراحة بحيي المجهود وصراحة هل متأجين ورش كثيرة ووردشوب كثيرة لأنه نحن متأجين من التبادل الأعراء والحلول بتاعت المشاكلة التعليم الإلكتروني كما ذكر الإخوة تكتور معتصم وكل الإخوة استبغوني مشاكل كثيرة جدا في السودان نحن نقول أننا كنا في السودان هي مشكلة لأننا هل تعقون أن المشكلة هي حل لكي نحن حل التعليم الإلكتروني حتى المشاكل المادية الذي ذكر تكتور معتصم بالنسبة للتعليم الإلكتروني هو حل لأنه لكل التعليم التغليدي تكلفته أعلى من التعليم الإلكتروني نحن لا ندخل بمجدلات لكن ندخل مثلا بشيرتك المنبر ندخل أنه الإلكتروني هو تكلفة أقلة من الترديشن الإلكتروني فنحن نتمنى أنه مجهود الجبار يتم بشخص من الدولة تتبناه ومن الجهات الحكومية والجهات الخاصة تتبناه ويكون في دعم إليه دعم إن شاء الله لوجستيك أو دعم معنوي إن شاء الله بإسعار شكر أو أي شيء إما وأنا من هنا بحيي جميع المبادرين المدربين وأبو أن أقول لهم إن شاء الله تستمتع معنا شكرا لك لك شكرا لك الله يديك العافية سيدا أحمد داود مدرب في مجال التعليم الإلكتروني متخصص للتدريب في الجامعات أضو اللجة المثقرة لتجمع أساسة الجامعات الخاصة سيدا أحمد داود سيدا أحمد أستاذ أماني باش مهندس وشام كان يظهر غبلي شوية معنا طيب نحن نبعد شوية إن شاء الله حننتغل للمحاضرة ونرحب بالحضور الحاضريين دكتور هيسم والبادر دكتور وشام ظهار دكتور وشام ظهار باش مهندس وشام السلام أسمك والتعريف وطبعا أنتو والشركة الرعية للجلسة التمهيدية للمؤتمر رؤيتك عن الجلسة التمهيدية وتوقعك للمؤتمر الكبير إن شاء الله ونبزع عن IBU وIBU سكولز فضل السلام عليكم وعليكم السلام واضح إنه ده عمل عظيم جدا وهيحدث نجلة كبيرة وجافي وقته كويس جدا إنه ما سكنه ناس ما تجار لسا كده المتوقع عن الموضوع ده يمشي لجد دا شكرا لكن دا نجيف مع بعض والتكاتف مع بعض وهدفنا واحد والتعليم أنا خشيت فيه لأنه من أسرة بتاعة معلمين من أجدادنا والليلنا كلهم في التعليم ومشيت في السكة دي وبنحس إنه دا واجب وبرضو أن إحنا كنا من الناس المحظوظين إذ علمنا مجانا وبصورة كويسة يعني لغاية أنا خير رجاء مع سالجزيرة كان الإصطاف حقا تقريبا كله من أمريكا وبريطانيا وأوروبا وكده كنا محظوظين جدا يعني في المستوى حد دلابات وفي نوع التدريز بالإضافة لكده يعني ما في ذول كان محتاج بص إصلا للجامعة الجامعة تانية حتى درغو بش الوقت طيب في التعليم في التعليم نحن مشينا في مسائرين إنه المدارس حتى الأساس والسانوي زي التمهيدي دي عملنا لها نظام وسميناه IP schools عندنا واحد تاني للجامعات اسمه IP universities اي بي سكولزا نحن قدمناه مبادرة للوزارة السنة الفاتف ويعني لقى قبول من الناس كان في المؤتمر حق المبادرات في الغاعة غاعة الصلاة وكان يا تقاعة ثابت ايوة ايوة في في دسمبر الفات يعني نازل حد عشر فلقى قبول بصورة كويسة السيستم هو مجانا للوزارة وهو داتا موحدة داتا واحدة لكل المدارس في السودان يعني حوالي اكتر من مئتين واربعين الف مدرسة المئتين واربعين الف مدرسة دي فيها عدد التلاميذ يعني حوالي عشرة ولا حد عشر مليون تلميذ وتلميذة الرغم ده كبير جدا وبعد ذلك قمنا يعني عرضناه لبعض المدارس وكانوا شغالين وكانت في اضعفات كتيرة جدا اضعفوها الناس وبرضو الوزارة كونت كونت لاليان كل جهة حسب التخصص حقهم ومن ده كلها اذرجناها في النظام فالشيء اللي بتميذ من النظمة العادية من غيره انه الـ DataBase Unified يعني انت بتعمل في حتة واحدة بالشيء في كل السودان المدارس ما بطلوب يكون عندها شيء كتير بس يكون عندها لابتوب واحد والتنين حسب حجم المدرسة وبتدخل البيانات اللابتوب اكيد ما بتكون فيه ما بتكون فيه الـ DataBase الـ DataBase بتكون في السيرفر فهم مطلوب يكون عندهم لابتوب ولا كمبيوتر انا هل بنفضل اللابتوب عشان الكهرباء والحاجات دي وخفيف في حركته ويكون فيه الـ device حاجة بتدخل لك الانترنت بعد ما تخش الانترنت خلاثين تيانا ده بتكون connected مع الـ DataBase حسب الـ DataBase نظريته انه فتح المدارس بتنفي السيسم ده من الوزارة الوزارة يعني بتحدي دول حاجة الريجون الولاية المحلية لغاية ما تمشي المنطقة فيها المدرسة وتخط الـ E-SIM حقها وتخط المعلومات الابتدائية بعد ذا مدير المدرسة الـ E-mail حاجة مهمة جدا لانه هي الـ communication الأولية عشان تتخش الـ System عندما يكون عندك E-mail فيه مستوى عالي من السرية البعقولة فبعد ذا يعني أنا بقسم المزألة دي لثلاثة أجسام القسم الأول الـ Data Collection لازم يكون فيه Data Collection as maximum as possible as we can بعدها بيكون في الـ Transaction Data Manipulation يعني مثلاً لو قمت سجلت طالب ولا في امتحان في ركورد يدخل الجديد بإضافة بيانات جديدة التي هي درجة الامتحان وكذا وأجده الأخير هو أنا مسموع أو لا حالو بكتور أهوشام أيوة باش مهندس أهوشام طبعاً برضو حنلتقي بكم إن شاء الله في النظمة المتكاملة الساعة 12 ونص لإدارة المؤسسة التعليمية بسودان لو عندك كلمة ختامية وبعد ذلك نلتقي بكم 12 ونص أيوة يعني بس الكلمة الختامية اللي عاوز أقول المشروع ده كبير وبينضل كفاصة حقتنا ودارين يكون معانا ناس محتاجين لهم محتاجين لأي واحد مشارك إن شاء الله شكرا شكرا لك وطبعاً المؤتمر الكبير الجاي الرعياء وكم جامعة بالإضافة لصفت أكشن وفيه مشاركين عدد من الأساس ده والدكاترا يعني ما محصور بس على الصفت أكشن وزي قال ما قال دكتور محتصم يعني إنه يعني جزء من التعليم الإلكتروني المادة توفير الميزانية اهتمام الحكومة بتوفير ميزانية للتعليم الإلكتروني الاهتمام بالبحث العلمي وكذا نحن دارين نحاول ننتغل للجلسة الأولى في المؤتمر